مولانا الجماهير كل قائعة عم تهتف بالوحدة بدنوا ندولتين لأنهم يتوحدوا ايه شو علي يا شاكيب ما كلنا بنحب الوحدة بعدين في أحلام نك تتوحد مع الناس بيشبهوك بيحكوا نفس لغتاك عندهم نفس لقيم والأفكار تتوحدوا بتصيروا أقوى أنتوا لتنين صحيح فخامتك مشروع القرار عم يندرس بالبرلمان وبكرة تصويت عليه هذا أهم شي يا شاكيب البرلمان هو بيضة الأبان إذا قال البرلمان ايه منروح مع الوحدة إذا قال لا لا بعدين أنا شو شغلت يا شاكيب غير أن ينفز اللي بيختاروا الناس يا سلام يا فخامتك الناس رح تحكي لسنين لقدام أنه الوحدة تمت بعهدكن الميمون إن شاء الله خير إن شاء الله خير قلتلك منطقة النهر والوادي اللي وراها بإيدها دنك ما فيني يقرب عليها حاضر سيد والحدود كل ياته تقريبا بإيد التانيين حق مو بإيدنا شو بديعطيك منهم فقد الشيء لا يعطيه يا ابني بس يا سيدي فرق كل ياته بتسترزق بنيجو بالكون يا بركات شايف حالي اسمع لأي الله حاضر بتوزع شوية اللي بيانين عنا كلها تمام معامل الكونسروا والحواجز اللي حواليها للعميد عاطف مناطق البوايق والمداجن والزريب كل ياته والحواجز اللي محها بتعطيها للعميد عبداللوي بيبقى حاجز الأوتوستراد وجسر أين الطرقة هدو اللي اللي وقل وطفيق بخشيني كمان مبدأ م بدوين حسل أسباته؟ تمام صريف لشوف حضر مولانا ياه هيك الواحد بحس حالو إنجز اليوم آآآآآآآآآآ أهلين وسهلين وأميتمرحبتين بأحبائي والحبيباتي المتابعين والمتابعات وخصوصا في سوريا ومصر بتقول القصة إنو مثل العادة كان في حفلة لفيروز بأواخر الصيف ancestor بفعاليات معرضة مشخدولي والجمهور مسلطن ومطلوب على صوت فيروز هيك لآخر الحفلة حتى فيروز غنت غنية سائليني يا شقام من كلمات الشاعر اللبناني المعروف سعيد عقل وصلت فيروز على مقطع بتقول الأبيات فيه التالي ضمئ الشرق فيا شام وسكبي واملق الكأس له حتى الجمام أهلك التاريخ ومن فضلتهم ذكرهم في عروة الدهر وإسام ومويون فإن دقط بهم ألحق الدنيا ببستان هشام هون الجمهور سمع عاد الكلام وتصفيق حار بقى وحماس ودموع عم تغرغر بالريون وتحمسوا الجماعة شورها جربتها قيمتين بالكواليز التفت الفنان اللبناني المشهور في الموهبة لعند منصور الرحباني الملاحين الفنان المشهور وقال له في شي بالشام عبينطبخ الأمور يعني مو بيخير في شي رح يصير بسوريا بالشام رح يصير وفعلا ممر أسبوع اللو كان صاير الانفصال بين سوريا ومصر بعد وحدة استمرت ثلاث سنوات ونيف هالحكي هاد بأواخر إيروز سبتمبر سنة 1961 هون بدنا نبعد يا حمادي عن الحكايات والقصص ونرجع لشو وثقوا المؤرخين عن حكاية الوحدة بين سوريا ومصر قبل هالقصة بحوالي ثلاث سنين ونص يعني فيما طلع سنة 58 توجه وفد من الضباط السوريين لعند الرئيس المصري جمال عبد الناصر هاد الوفد العسكري كان جاي على مصر من حاله ما كان عدبعته يعني ما خبروا حدا من القيادات السياسية بسوريا بمخططاتهم رئيس الجمهورية شكر القواتلي وباقي القيادة السياسية تبع البلد قالوا شلوم بيروحوا إيك مجموعة الضباط بدون ما تكلفهم القيادة السياسية بيك مشوار لأ ورايحين يفاوضوا على مصير البلد هاد الشيء أشبه ما يكون منقلاب عسكري ها هاد الوفد العسكري كان مصر على أنه تصير واحدة بين مصر وصوريا وبدو إياها واحدة اندماجية يعني البلدين يصيروا بلد واحدة وفورا يعني بالفارة بنعلم على البلدين وكنترول دمج عبد الناصر ترك الوفد كم يوم بلكي بيخف اندفاعه وهي بصراحة كمان كملتهي عنده اجتماعات مع الرئيس الاندونيسي أحمد سوكارنو بس بعدين اجتماع معهن ويبدو أثناء هاد اجتماع بلش يقتنع بيحكي الضباط أما وحدة؟ نا والله وحدة قالوا له سيادة الرئيس الوحدة الفورية ضرورية لأن سوريا تعاني من عدة أخطار المهم بعد التي يقولت هي آخر شيء اقتنع عبد الناصر بس أقلهم إذا بدكن يعني أعمل وحدة بدكن تحلولي الأحزاب بما فيها حزب البعث ثاني شيء بدكن توقفولي تدخل الجيش بالسياسة وثالث شيء بدنا نعمل استفتاء شعبي على الوحدة ولا هيك مفاكرين من رأسها بدنا نقرر نعمل وحدة؟ من الشعبي المتعارفة عليه متل ما شفنا القسطين اللي حكيناهن إن الوحدة بين سوريا ومصر كانت وحدة غريبة فجأة صارت وفجأة انتهيت بس شو صار بالواقع؟ يجب علينا إنه نعمل قراءة مجاهبة للتاريخ حمادة لنشوفه بالألوان نفهمه أكتر لنشوف هالمغامرة شو أثرت علينا لليوم منذ عهد الامتداب الفرنسي كانت الأفكار الوحدوية العربية منتشرة بسوريا وبعد ما حصلت سوريا على الاستقلال كان الخلاف بين الأحزاب وإنه نعمل وحدة مع مين؟ مع العراق؟ ولا نعمل وحدة مع مصر؟ مع مين؟ بس السؤال بوقتها إنه شلون كنا نطبق هاد الحكي شو الخطوات لحتى نعمل وحدة؟ ما نعمل كانوا ضايعين مو عرفانين فاية الأمور ببعضها هالتخبط هذا وغياب الخطط خلى كتير من المثقفين يقولوا إنه الوحدة شكلها أمر بعيد للمناني صعب يصير خصوصا مع تدخلات الأجنبية بالمنطقة والاختلافات اللي بين الدول العربية بكتير مجالات بس بنفس الوقت بها داك العصر كانت فكرة القائد الفذل اللي بيصنع التاريخ كتير منتشرة يعني بحسب تعبير أحد الصحفيين مثلا إنه نحنا محتاجين لرجل عظيم مثل غاندي وحدنا يقدر يحول الحلم لحقيقة ويأسس دولة عربية موحدة وفعلا الناس كانوا بانتظار هيقائد ليخلصوا من حالة الصدمة اللي صارت بعد هزيمة 48 والنكبة اللي صارت بفلسطين وبدأ من المنتصف الخمسينات كانت الأعين كل ياتها منتجها نحو جمال عبد الناصر الرئيس المصري اللي كانت شعبيته فعلا بتزايد كبير وعدى عن الإيمان بفكرة الوحدة العربية كفكرة مجردة كانوا بسوريا مقتنعين إنه إذا توحدنا مع مصر هالوحدة هي رح تكون الحل السحري اللي يحللنا كل مشاكلنا مشاكل خارجية كما لو سوريا بها داكل وقت كانت تعتبر ساحة للصراعات من جهة حلف بغدادي اللي أسسته بريطانيا لحتى تواجه الخطر الشيوعي ومن جهة تانية الخطر الشيوعي نفسه داخلياً كانت الصورة بسوريا معقدة أكتر حزب البعث كان حاسس إنه الديمقراطية البرلمانية ما عم تسمح له ينفذ المخططات اللي براسه وخصوصة قانون الإصلاح الزراعي مع أنه كان تانية أكبر حزب البرلمان بس الأمور ما عم تمشي بتي ما بده قالوا لحالهم إذا متوحد مع عبد الناصر يمكن يعطينا السلطة اللازمة لحبتننفذ المخطط طبعاً هو بسرعة هذا غير إنه حزب البعث كان متخوف من صعود الشيوعيين ما دول الشيوعيين كانوا طرف الوحيد اللي ما كتير حابب موضوع الوحيد ما بده يحسمون مصلحته قال البعث كانوا أما الأحزاب اليمينية التقليدية مثل الحزب الوطني بدمشق وحزب الشعب بحلب فما كانوا كتير مفتونين بالسياسات الاشتراكية الاقتصادية اللي بيحب عبد الناصر ما نهم بيك فان ده الستايل تبع جمال عبد الناصر بس بنفس الوقت كانوا قلقانين من حالة عدم الاستقرار السياسي اللي عم تأثر على الاقتصاب بالبلد الأمور مو تمام يعني لخلاصة أنو مجموعة الأسباب هاي دفعت مجموعة الضباط هدول إلى حضن عبد الناصر يقول لك أخي وحدة اندماجية خلاص مو مشكلة المهم يلا ولو أنه هذا النوع من الوحدة ما بيناسب حزب البعث هو كان بده وحدة فدرالية بس كانوا جماعة متسرعين بدهن يعملوا وحدة بايشكل وحدة وحدة على السريع يعني راحوا لعند عبد الناصر وأحرجوه خلوه يعمل وحدة وموجع باله وغصب لعنه مو تماما حمادي المصريين كمان كانوا شايفين سوريا على أن المجال الحيوي لمصر خاصة مع التزايد الدور الإقليمي لمصر أيام عبد الناصر أو مثل ما بيقول المفكر صادع الحصري أن وحدة سوريا ومصر راح تجعل من مصر بروسيا العرب وتجعل من عبد الناصر بيسمارك العرب بروسيا وبرشا هي الدولة الألمانية اللي وحدة ألمانيا كلها ياتت تحت قيادة بيسمارك حكينا عنا بحلقة انت باتوحيد ألمانيا راح شوفوه ليه كمون بس اللافت أن عبد الناصر كان فهمان أنه أي تحرك باتجاه الوحدة مع سوريا كان لازم يتم بالتنصيق مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنه كانت عم تصير بوقتها هي صاحبة القول الفصل في منطقة الشرق الأوسط بعد تراجع دوره بريطانيا عبد الناصر بوقتها ما كانت علاقاته بأحسن أحواله مع الأميركان بس بهديك الأيام أثناء الحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي إذا بدك تقنع أمريكا تجي توقف معك وتدعمك مالا غير هالواحد شوه يا جاطي تخوفهم من الخطر الشيوعي تبع الاتحاد السوفيتي تقوله نوعه لقد انتبهوا شكلهم السوفيتيين والخطر الشيوعي راح يداهم سوريا ويصيدر عليها انتبهوا يخرب بيتكم والله شكلة سوريا خلاص لهطوا الشيوعيين والاتحاد السوفيتي ولي شو نعمل أنا عندي حل شو هو إذا بتتركوني يتصرف على كيفي فيها بحللكم الموضوع وفعلا إجت المباركة الأمريكية للوحدة إعلامياً وشعبياً كان في حماس كتير كبير للوحدة هالزخم الشعبي الكبير خلى حتى الأحزاب السياسية اللي ضد الوحدة مثل الحزب الشيوعي تقول لك خلاص أخي ما عشي غير نعمل الوحدة وراح الرئيس السوري شكري القوة لي على مصر وتم الإعلان عن تنظيم استفتاء حول الوحدة وكانت الأصوات بمصر وسوريا مع الوحدة بشكل كاسح والصحافة صارت تحط عنوين وتقول هذا يوم من أعظم أيام التاريخ وأن دولة عظيمة قد نشأت في الشرق طبعاً أنا ما فيني فتلكم بالتفاصيل حول تنظيم دولة الوحدة ومؤسساتها والأصص كلها دا بس اللي فيني يقول لكم يا على السريع أنه كانت وحدة اندماجية النظام فيها رئاسي كل السلطات تقريباً تجتمع بإيد الرئيس هو اللي بعين الوزراء وعنده صلاحية بإصدار القوانين مثلاً فيه يعلن حالة الطوارئ بدون ما يسأل برلمان وبالحقيقة سعاد يعني لا تستغربي إذا بقلك أنه كانت هالتركيبة غريبة بالنسبة للسوريين كانوا متعودين على النظام البرلماني سوريين هي أما على مستوى الصحافة والإعلام فكمان تخيلي سعاد أنه السوريين كانوا متعودين على التعددية وحرية التعبير والبلد مليان جرائد ومجلات ومن مختلف المشارب يعني مو كل ياتهم بيحكوا نفس الحقيق بس بغيروا شوية كلام ونسخ خلصت وكلهم بمجدوا بي بس بسرعة أول ما أجت حكومة الوحدة سكرت أكتر من نصف الجرائد والمجلات وعوضت أصحابها بحيث كان هدفها أنه تقدر تتحكم بالإعلام والمبرر طبعا أنه كانت بدي تطبق برنامج الوحدة بدون ضجيج طيب بدنا نحكي بدنا نعبر بدنا نعطي رأينا اللي عبت عملوه غلط شش خلص تكني عم ركز اللي بتنفيذ برنامج الوحدة طيب شو هو برنامج الوحدة اللي كان بدون يطبقوه؟ برابو حمادي سواء المهم الاقتصاد هو كان أهم جزء من برنامج الوحدة وقوانين الإصلاح الزراعي كانت البند رقم واحد بما أنه الإصلاح الزراعي كان أهم إنجازات حكومة الضباط الأحرار بعد وصولها إلى السلطة بمصر بسنة 52 يعني قبل بست سنوات بس من الوحدة السورية المصرية 58 هلأ بمصر نشحت إصلاحات زراعية بتوزيع أراضي على الفلاحين اللي ما عندن أراضي وبنفس الوقت نشحت بتدمير نفوذ الإقطاعيين الكبار اللي كانوا دعامة قوية بدعم نظام الملكية بمصر أخذوا أراضيهم ووزعوه على الفلاحين المشكلة إنه حكومة الوحدة طبقت القانونها تبع الأصلاح الزراعي بسوريا بكلها ثافيره متل ما تطبق بمصر وهالشي أثار معارضة كبيرة بس ليش؟ لأنه بيقولوا لك إنه هكتار الأرض بسوريا أقل مردودية من هكتار الأرض بمصر والقانون هذا الجاهل هاد الشي يعني بالمختصر طبقوا سياسات بسوريا بدون دراسة شوي شوي صار في انطباع عم يقوى مع الوقت إنه القوانين اللي عم نطبقه حكومة الوحدة على الإقليم الشمالي اللي هو سوريا ممكن المتناسبة معهم عم تجي معلبي من القاهرة مثل ما هو قالب ومنطبعه وما عم تتعدل رغم كل المطالبات بالإضافة لهالشي عم يكون فيه تسرع وأحيانا تخبط بالتطبيق يعني مثلا مثل قصة الدينار العربي هو ينعمل على إنه عملة موحدة على أساس بديل لليرا السورية والجنيه المصري هالشي قدى لانهيار سعر صرف الليرا السورية وارتفاع الأسعار وهروب رؤوس الأموال من سوريا للبنان بعدين بآخر الوحدة إجا قرار تأميم المعامل وزاد الطين بله وصار في جدل كبير وبالجيش كمان وضع ما كان أحسن ضباط الجيش اللي كانوا من أكتر لمتحمسين للوحدة مع جمال عبد الناصر كمان خاب أملهم صار تسريح لبعض الضباط أو بعدوهم عن مراكزهم اللي إلهم فيها سوليا وجوليا وسلطة وأحيانا تم نقلهم للقاهرة معدوهنيك ما بيعاملوا شي بس كانوا عم يروحوا على النادي إجمالا عبد الناصر كان شايف أنه تدخل الجيش السوري والضباط السوريين بالسياسة أمر ممنيح شي سيء لازم يتخلص منه مشان هيك شوي شوي همش الأسماء الكبيرة بالجيش طيب إذا الأحزاب راحت والجيش ما عاد مسيطر مين كان ماسك البلد لكان؟ مين يعني يا بطار؟ الأمن حمادة هذا العصر كان عصر بدايات تضخم الأجهزة الأمنية بسوريا وبرز اسم رجل المخابرات القوي عبد الحميد السراج وصار يعتبر أقوى رجل بسوريا صارت تجتمع عنده كل الخيوط السياسية والعسكرية والأمنية وكان على اتصال مباشر بعبد الناصر هذا عبد الحميد السراج كان ماسك الأمن بسوريا من قبل الوحدة بس مع الوحدة تضخم دوره كتير ولأول مرة بتاريخ سوريا الحديث صارت القبضة الأمنية قبضة دامية قاسية كتير زدت الإبرة بسوريا بتسمع رنتها الناس كلاس عط عم تخاف وعبد الناصر كان مأطلق إيده لعبد الحميد السراج بس مع مرور الوقت وتزايد القمع اللي كانوا السوريين بوقتها لستموهم متعودين عليه وتزايد الشكاوى على هذا القمع عزلوا عبد الناصر هو كمان بينكم عبد الحميد السراج يبدو كان عنده طموحات كبيرة شوي وكان دلعوا يتخرق مع المشير عبد الحكيم عامر تشخص رقم اثنين بمصر فاقلوا عبد الناصر باي بس بهالحركة هاي بإزاحة إيد عبد الحميد السراج الحديدية اللي كانت ماسك البلد سهلوا الطريق قدام مجموعة ضباط سوريين كانوا ناويين نجيونهم الوحدة وفعلا عملوا هالحركة بأواخر الصيف سنة 1961 وكانت نتيجة هالحركة الانقلابية هي نهاية الوحدة بين سوريا ومصر ودخلت سوريا في فترة بيسموها فترة الانفصال بحكي لكم عنها بحلقة تانية إن شاء الله بنهاية الحلقة انت كمشاهد عربي لما تشوف قصة الوحدة ممكن تستخلص بعض العبر أولا مثلا إنه فينا نشوف سوريا كيف انتقلت من التعددية السياسية لحكم الفرد المطلق من حرية الصحافة لتقييد الأعلام تشوف كيف الناس والشعب كلهم ما استساغوا هذا التغيير وصاروا يتذمروا وهالشي بالرغم من الشعبية اللي كان يتمتع فيها عبد الناصر وبالتالي مهما كنت قائد وشعبية ما فيك تحكم بلد بقبضة حديدية بدون ما تضوج الناس عليك بس الشي جميل للأمانة إنه بغض النظر عن كل شي سلبي متعلق بالوحدة بنلاقي إنه ما أثرت ولا حتى شوي على الود والتآخي بين المصريين والسوريين وأكبر دليل هو الحفاوي اللي يستقبلوا فيها المصريين أخوانهم والسوريين لما أجوا على مصر فيها أحلى من هيك والله ما فيها أحلى ثانيا إذا منروح مندور بالأرشيف منشوف إنه المراقبين والدبلوماسيين الأجانب بسوريا بفترة الخمسينات والستينات كان عندهم رأي متميز عنها بيقولوا إنه بالرغم من إنه سوريا بتتمتع باقتصاد واعد بيقولوا إنه فيها ناس مثقفين ونخب بالسياسة والاقتصاد وفيها ثروات طبيعية مع ذلك بهذاك الوقت البلد كان عم بمر بأزمة وجودية عميقة وعايش حالة من الصراع الداخلي والفوضى السياسية إذا صح التعبير وين اللي مصيبة؟ اللي مصيبة إنه اليوم بعد أكتر من 60 سنة لسا تبلدنا عايشة بنفس الأزمة وبنفس المشكلة وبنفس العي بس هالمرة في اختلاف كبير في نكهة مختلفة اللي عايشينه أصعب بمئات المرات واقتصادنا بالحديد وبلدنا مدمر طول حدا عم يتحدانة إنه يعطيك أنا ظروف أسوأ شي ممكن فرجيني شو داك تعمل يا سوري ها؟ ليش هيك بلدنا مو بس عم يدور بحلقة مفرغة بل كمان كلمة لعب يتدهور بزيادة يا ترا فينا نخطط ونضبط ونجتمع ونتعاون لحتى نغير وضع السوري نحسنه نلاقي حلول للأزمة بس بالسياسة والاقتصاد مو حلول تاني ما بدنا ياها هل رح نقدر ننهض ببلدنا ونطلع من أزمتنا؟ وهل رح نقدر نحقق حلم أجدادنا يلي لما ساعوا للوحدة كان هدفهم بسيط أنه يا أخي نحنا هاي المنطقة لازم تكون إلى وزنة بالعالم كل ياته تاخد حقها اعتمادا على تاريخها العريخ وأهمية وجودها يا ترا هل جيلنا رح يحقق الحلم يلي عجزوا عن تحقيقه ولازم نستنى كذا الجيل لقدام ولا رح نظل نترحم على هذيك الأيام ونقول اسألة اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وشوفوا الحلقات السابقة وانتظروا حلقات القادمة وشوفوا المصادر وإن شاء الله تكونوا حبيتوا الحلقة على الوحدة سلام